كواحد يمكن أكثر من 58 سنة وزميل المتهم تقريبا 24 سنة الشخص الخادم حدود 30 سنة اللي قتل يعني بالنسبة وانما مثل ما قلت لك اليوم الخلاف الشخصي لا يتقيد بعمر ولا يتقيد بوقت ولا يتقيد أيضا بفئة محددة وانما تحدث نتيجة ظروف ما وايضا مثل ما قلت لك يمكن يكون وقات الكلام يجرح اكثر حتى من السلاح في كثير من المواقف نوهت عليها على اعتبار انه خلاف شخصي ما بين رقيب وشرطي في احد المراكز استدعى من الرقيب واثناء حمل السلاح ان يتم اطلاق النور على زميله نتيجة خلاف شخصي صارت وانما ما اؤكد فيه من ان لا يوجد هناك اي انتماءات فكرية لهؤلاء الاشخاص على اعتبار انه بعض المواقع يمكن اثارت ان هناك واحد منهم اصلاحي واحد منهم سلفي ونتيجة خلاف فكري تم اتخاذ لا او خلاف شخصي ويمكن انه ايضا متعلق بامور شخصية ما بينهم وهم كانت اول مشادة حدثت في السكن ما بينهم ومن ثم انتقلت بعد اثناء اسلام الدوام للمركز وخاصة ان الرقيب كان بعد حمل السلاح صارت ايضا مشادة استدعت ان يطلق النار على زميله وطبعا هذه الامور تحدث نتيجة تصرف شخصي من قبل هؤلاء الاشخاص ولا يوجد اي توجهات فكرية خاصة ادت لوقوع هذا الجريمة نحن نعيب بوزارة الداخلية ودورها في هذا الجانب وايضا كثير لهم اجندي يحاولون بقدر المستطاع اتخاذها وايجادها خاصة في هذا الوضع انما الامور طيبة من كل الجوانب ونحن طبعا نركز على عملية الاشاعة ودورها في كثير من الجوانب السلبية على المجتمع نفسه واي شخص سوف يتم ايجاد هذه الاشاعة سوف يتم ملاحقته واتخاذ الاجراءات والتدابير الخاصة بالقوانين المتعلقة بعملية وكيفية استخدام التواصل الاجتماعي ودورها في هذا الجانب وانما يمكن ان ايضا الاشاعة لم تكن بالدولة وانما اجت من خارج دولة الامارات عن طريق التواصل الاجتماعي ويمكن الناس تدولوها بطريقة على اعتبار يجهلون بوقاع وامور الحادث نفسي وانما من خلال التحقيقات ومن خلال الاجراءات اللي تمت لم يكن هناك اي توجه فكري لهؤلاء الاشخاص وانما كانت خلاف شخصي ادى الى وقوع هذه الجريمة